مين اللي ممكن يعمل كده بكرة في مباراة بكرة؟ بلوجة نظرك يعني سلية؟ عمر السلية بيشوت بس على فترات أفشى لما بتجيله فرصة بيشوت بس هو عايز يعني يركز يوجه رجله بس يعني فيه دايما لعيبة بتشوت وخلاص لأ أنا لما بشوت بوجه رجلي حتى دايما تلاقي المزيعة ويقولك ده رجله مظبوطة فالشوت ده أنواع فيه واحد أسهل حاجة لأنا شوت الكرة وخلاص وبتطلع تغمط في الساعة اه زي ما بتيجي لكن إنك تشوت وتوجه ده الأصعب فهي بتبقى في الأول وفي الأخر موهبة من عند ربنا وانت كابتن إسلام كنت موجود وعارف اللي مستر مانور دايما كان بيركز على على الحاجات دي بعد التمرين مظبوط لما بيشوف مثلا أنا عندي لعيب مثلا بيسادت كويس كان دايما ياخدنا بعد التمرين لما تشوت عشر خمستاشر كرة بعد التدريب بحس الليما تجيلك في المباراة بتبقى أنت متمرن عليها فأتمنى بكرا اللي احنا نشوف أفشا يشوت ديانجي يشوت السولية يشوت يعني دايما لعيب نص الملعب عشان بيبقى جاي من تحت مش مراقب وبعدين بتلاقي الجمة فتوحه قدامه فانت بيبقى عندك مرونة أو سهولة أنك تسدد بس هل اختيار الموضوع الشوت نفسه ده أصعى صعب؟ بس هو اللي مش متعود عليه بيبقى صعب بالنسبالله لكن احنا كنا الحمدلله او انا عشان كنت بحب دايما الشوت وبسدد من بعيد وحتى انا كل اهدافي كلها من بعيد فانا عشان كنت بحب التزديد والحمدلله كان ربنا بيوفقني وبجيب اهداف كتير منها فانا كان بالنسبالل موضوع عادي كنت ما بسدق تلاقيهم على كرة دلوقتي بتفرج بتتجنن الكرة على التمنتاشر ومتوضبة ومتصلحة وعلى طبق من دهب زي ما بيقولوا وتلاقي اللي عيب يروح مباصي طب انت خايف ليه؟ شوت ما تشوت يمكن تلبس معاك بلغة الكرة وتصيط نفسك التصويب ده كابتن اسلام تصيط في الأول وفي الأخ اللي نفعني ما نحاف دفندر مش كل هافض دفندر بتشوت اللي خلى اسم حسني عبدالربو كبير اللي هو احرز اهداف كتير مع انه هو مش راس حربة مش فرود لكن بيسدد كتير معتاز زين هو اعلم في دماغ الناس عشان كل اهدافي من بعيد فالناس خدت اللي انت دايما تشوت فالحاجات دي بتصيط اللعب فليه اللي عيبت دلوقتي ما بتشوتش هو ده السؤال طيب رؤيتك الفنية ابدأ معك على طور رؤيتك الفنية للمباراة بكرة مباراة كبيرة احسن في الريتين في افريقيا الوطن العربي كله بيتفرج عليها كنت اتمنى اللي استادي بقى مليان مئة الف هو اللي بيدي المباراة يعني شكله وطعم الجمهور لكن ان شاء الله نتفرج على مباراة كبيرة يعني اتمنى اللي النادي الاهلي بكرة يبقى في حالته اللعبت بقى مركزة خصوصا بعد الخسارة اللي فاتت لكن انا عارف ومجرب اللي اللعبت النادي الاهلي لما بتركز ويعني بعد المطب او دروب اللي فات بتاع المباراة بتاع بيرامدز اعتقد اللي هم ان شاء الله هيكون بقى مركزين وهم قافلين على نفسهم الفترة اللي فاتت دي وفي المعسكر كمان ما هو ده اللي انا بتكلم فيه اللي انت لما بتشوت حتى لو شوت اتنين تلاتة اربعة على الاقل واحدة فيهم هتيجي جوني فدايما اللعيبة تركز اللي هي دايما تشوت فان شاء الله انا متوقع اللعبت النادي الاهلي بكرة هيكونوا رجالة وهيفرحوا جمهورهم ان شاء الله على الجانب الاخر بقى نادي الزمالك شايف نادي الزمالك ازاي خلال هذه نادي الزمالك بصراحة الفترة اللي فاتت دي ماشي بشكل كويس نعم والميزة كمان اللي الراجل بيلعب كبير صغير كلهم عندهم هدف واحد هو المكسب حتى لما بيبقوا متأخرين شوية كلنا شفنا في ميبارات المحلة كان عندهم الشراسة الهجومية اللي هم عايزين يكسبوا فدي هي اللي بتميز نتزة مالك السنة دي اللي هو بينزل عنده هدف واحد بس هو المكسب فعشان كده ربنا بيكرمهم اللعيبة كلها مركزة كبير صغير كل الناس الراجل ما عندوش حد كبير ولا اسم ولا نجم كلنا شفنا يوسف قسامة بينزل سيف جعفر بينزل اي حد بينزل بيقدي فبصراحة عشان برضو نديهم حقاهم لأهم ما مركزين ومشيين بشكل كويس الفترة دي فانا متوقع ان شاء الله اللي احنا هنشوف بكرة مباراة كبيرة ليه باسم الفرقين طيب الفترة الأخيرة تحديدا المباريات اللي خادها سوارش خلال التلت مباريات الأخيرة هل تخليه يضع يده على اهم نقاط او على نقاط القوة والضعف اللي موجودة في فريق الاهلي بنسبة كم في المية من وجهة نظرك بص اعتقد يمكن الراجل يمكن انا قلت في اكتر من اللقاء قبل كده هو جي من الدار للنار يا كابتل هو يمكن كلنا اول مباراة شفنا حتى لسه مش حافظ اسماء اللعيبة يعني هو جي قبله بـ 48 ساعة ولعب مباراة كان حتى واقف على الخط بورقة مش عارف لسه الاسماء نعم فهو كل يوم بيزيد من اللي هو يتعرف على اللعيبة ويتعرف على الدور المصري بشكل عام ويحفظ اللعيبة ويحفظ كل اللعيبة ايه مميزاته ايه عيوبه فهو واحدة واحدة هياخد على اللعيبة دي فاحنا عشان يعني ما نحكمش عليه او نتصرع في الحكم عليه على الاقل نسيبه عشر مباراة وبعدين نحكم عليه لكن كلنا شفنا في مباراة في يوتشر ناس كلها تفقلت به الضغط اللمسة الواحدة بيلعب بلمسة ولعبة بالكتير اللعيبة كلها كانت فيئة وفورمة في المباراة دي فالناس متفقلة مع الراجل يعني البعض الاخر طبعا بعد مباراة بيرامدز اللي مش هينفع والراجل ده يمشي والراجل ده لسه مش شايفين منه حاجة احنا هنا يا كابتن اسلام عندنا بنتعامل بالقطعة الجمهور دايما متسرع فلو اينو كسب تخلي بالك جمهور النادي الاقلي مش ممكن يكون قلمس لهذا الكلام انا بتكلم بشكل عام اه لكن لا اهم ده مش بشكل عام يعني احنا يا مصر كابتن اينو كسب يبقى حسن مدارف في الدنيا اينو خسر يبقى اوحش مدارف في الدنيا لا بس انا بتكلم على النقطة دي تحديدة انا هو كل ما يقيل خلال هذه الفترة اللي فاتت عن ريكاردو سواريش معروفة ومتقال من مين حتى الاعلامين اللي طلعين يقولوه هم معروف انتماءهم لنادي ايه وبيحبوا نادي ايه وبيكراهوا نادي لكن اللي فاهم اللي فاهم بيقول اللي احنا بنقولو دلوقتي اللي هو لازم الراجل على اقل 10-15 مباراة عشان ياخد على اللعيبة ويعرف مميزاتهم ايه واحدة واحدة اعتقد لما ياخد عليهم ويعرف كل واحد سماته ايه وبيمتاز بايه وكل واحدة الحالة البدنية بتاع اللعيب ايه وخصوصا اللي اللعيبة كابتن دي ما بتريحش خالص انت داخل في الموسم التالت على التوالي ما بتريحش احنا الدور الوحيد اللي في العالم كله شغال الناس كلها اللي بيصيفوا اللي بيرايح وده طبيعي في لعيب كرة الجدم اللي هو لازم ياخد هدنة بعد الموسم بعد الموسم شوك انت بقى لك تلت مواسم متتالية ما بتريحش فاللعيبة دي برضو مهلكة وخصوصا اللي انت كمان هتنهي السنة دي في تلتين تمانية وبعدين شوية هتروح داخل مش هتلحق شهر بكتين شهر ونصر وما بياخدوش كمان يا كابتن المدة دي فحرام برضو اللعيبة دي مجهدة اللعيبة دي برضو نفسها تريح نفسها تسافر نفسها تقضي وقت مع 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 أسرهم فده طبيعي زي لعيبة اوروبا كلنا بنشوف في الفترة دي لازم ده طبيعي يعني فالانا عايز اقوله اللعيبة دي استهلكت يعني الفترة اللي فاتت لكن برضو هم رجالة وانا متوقع ان شاء الله اللي هم يفوقوا تاني الدوافع اللي يعملها سوارش عشان مباراة بكرة بما انك بتقول ان احنا نستنى عشر مباراة لكن طيب انا بكرة عندي مباراة نهائية وامام نادي الزمالك